بشكل إيجابي فالآن أنه السؤال التعاشي في اجتماعه مع مندوب الاتحاد السفير الاتحاد الأوروبي بيحدثه أو بيشرح كان له في المؤتمرات النموزيجية أو الاساسة هي ممكن تعملها ثلاثة في خرطوم في شرق السودان في شمال كردوفان هذه المؤتمرات بتطرح لجميع الفئات والغوة السياسية أن تبدأ راية في نظام الحكم المطروح نظام الحكم المحلي هو نظام ضغيق ومتشعب لأنه لا بد من المشاركة السياسية لجميع الفئات المجتمع لماذا؟ لأنه أي إخصاءات لمجموعات محددة أو رفع مجموعات محددة بيذعيد لنا مرة أخرى إلى مربع الاحتراب الداخلي وتفجير الأزمات وكذا فلا بد من صناعة نظام حكم محلي فيه مشاركة واسعة الصلاحية ومشاركة واسعة وفاعلة الفاعلية في أي نظام هي الأساس بالتأكيد صحيح والفاعلية ما بتكون فاعلية إيجابية ما لم تكن فاعلية منضبطة ويفغا لنظام إداري ونظام تنظيمي ومحكم فنظام الحكم الآن التصور اللي ماشي هو تصور غير محسوم إلى الآن في طور التداول ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن المتداولون من جميع الفئات أن يصلوا إلى ملامح حكم محلي يحفظ الدولة السودانية ويحفظ تماسكها ويحفظ حقوق المشاركة العادلة لجميع الفئات المجتمع جميع الفئات المجتمع